انا قلت لكم برح ملومش علاقة بربنا اللي يعرف اه واحد منهم اهو لو في واحد سمع لفظ الاخوان المثل بتاعهم العملي بهجة صابر كانوا بيقولك ايه بنعمل لهم المنهج والتربية والبتاع قد التربية خرقتوا بهجة صابر لان هو وهو بيربيهم بيشتمهم بالالفاظ دي وهم يقعدوا عناصب ما هو عبيد فعبيد تقعد تحت رجله يبقى المرشد قاعد على كرسي عالي كده زي ما بقول لحضراتكم كرسي زي التربية دي عالي كده هو حلو وقالع الجزمة والاخوان قاعدين تحت والمرشد قاعد وما فيش حد يبقى أعلى من المرشد ما حد يشقق جنبه اجتماع قاعد المرشد فالمرشد قاعد والعين لحزية لكنه مكتب الإنشاط طاهر وهو أكتر مكان كان مدنسا كان مدنسا يلقوا ويعدوا تحت تحت حزية المرشد وتجلس الجماعة وقيادتها تحت أقدام المرشد فهو الواد الصغير الشبل الإخواني اللي بياخدوه كده ويعودوا يكلموه كلمتين ويعودوا ما هو شايف إذا أبوه ولا جده قاعد تحت أقدام المرشد وبيقول له المرشد ده هو أهم حاجة استغفر الله العظيم يعني مش عايز أقولها يعني فما فيش حاجة اسمها غير تسمع المرشد فهو المرشد ده اللي يروح يبوس إيده ومن يقبل ومنهم ناس كان يقبلوا رجلين المرشد تخيل يقوم من الاجتماع بتكلمك على معلومات يمكنه والمرة تسمعوها كان صديق عزيزي قاعد معايا من كاميوك كده بيحكي لي شوية حاجات جمدين جدا قال لي كان يبعدين في الاجتماع واحد يقوم المرشد قدامه فجأة يعني ما شافوش كتير هو يشافه مرة في السنة لما يعمل اجتماع فيروح ساب القاعدة ويروح جاري والمرشد قاعدة على الكرسي وروح باس رجلين المرشد يبوس الأول الطائية بتاعته انت عارفين مرة لبس طائية سودة كده خلاص ان هو دي العالم كانت طائية بتاعت خلافة العالم الأممية فليبس طائية فاكرين ان بديع مرة كان لبسها كده وهي قابل كارتر وقابل الأجانب بتوع الأجيس المخابرات فكان لبسها كويس فبديع يطلع واحد منهم قيادة من القيادة دلوقتي من القيادات اللي هربانا برة هابقى اسأله على اسم وقول لكم على اسم بعد بكر يمكن ولا بعد فقال لي والأسف معرفش لانه كان الحوار مهم اي وعز اعرف حواديت يعني فقال لي بس الطائية وبس مناخيره كان نقص بسبقه وبعدين نزل بس كتافه ونزل على رجله ده منتهى الوطو بشر زيك زيه وانت بتعامل مع مين بتتتسح بمين تاخد بركة من مين لكن بقول لك حقيقة الاخوان ايه امة هو ده الاخوان عشان كده بيعيشه في زل بيعيش في زل مزلول اخواني مش حر نفسه هو يقدر الاخواني يتقل له امر يطلع يتكلم في كذا ويرقو يغير يساوي ده عشته ده ممكن يقتلوه اسهل حاجة عندهم يقتل قتل اسهل حاجة عنده يخلص بالاكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر